طيب نتكلم على شيء نسميه كريتيكال بوينت طيب النقاط الحرجة تقسم الى ثلاثة اقسام وثلاثة مسميات كلها كريتيكال بوينت اول حاجة بداية نهاية الفترة تمام اذا اعطاني دالة وقال لك علي انتعرف الكذا هذه ايش نسميه كريتيكال بوينت النوع الثاني ستيشنري بوينت هذه ستيشنري بوينت اوجدها عن طريق مساواة المشتقة اولا بالصفر النقطة الحرجة الثالثة يسميها سينجلر بوينت السينجلر بوينت هذه اذا كانت دالة كسرية في حالة الدالة كسرية نوجدها عن طريق ايجاد الصور المقام طيب اذا كانت دالة كسرية اذا كان في البص متغير رح نشوف مع المثال تمام هنا رح اساوي المشتقة الاولى بالصفر وهذا يؤدي الى ان البص اساوي بالصفر وهذا يؤدي الى ان البص يعطيه نقطة حرجة طيب بعدين ثم اشوف صفر المقام اشوف نفس الدالة المقام ايش هل يجعل المقام بصفر هل هو داخل في المجال ام لا اذا كان جاوب نعم فهي نقطة حرجة طيب هذا الشيء نعرف الشيء الثاني في شيء نسميه ماكسيمام اند مينيما وعندك مسموها ريلاتيف ماكس في شيء اسمه ماكسيمم ومانيمم في ريلاتيف ماكس او ريلاتيف مينيما طيب وهذا كيف اجيبها زي ما اجيب الانكريز والديكريز اشتقة مشتقة اولى اساوي بالصفر واجيب الكريتيكال بوينت وحطها في خط عداد ثم اخذ نقطة عن امينها وعنسارها واعود في المشتقة الاولى واشوف اذا كان كمثال لو كانت عندي هذه النقطة مثلا هذه لان ارسمها هذه نقطة حرجة وطلع عندي هنا في الفترة على اليسارها الدالة ديكريز وعن يمينها انكريز يعني ابدأ دائما اليسار نزول ثم طلوع اذا عند هذه النقطة اقول هذه الدالة مينمو لو كان العكس لو كان عندي هذه النقطة مثلا واخذت نقطة عن امينها ونقطة عن يسارها واختبرت المشتقة الاولى بهذه النقاط اذا وجدتها من يسارها اول شيء موجبة يعني طلوع عن يسارها نزول هذه النقطة عندها ماكسيمم طيب لو اخذت النقطة وطلع عن يسارها موجب وعن نمينها موجب او عن يسارها سالب فهذه الدالة ليست لها ايش ليست لها ماكسيمم او منمم او الاكسريم او او ماكس او منمم او ناخد اول شيء جزئية الكريتيكال بوينت بعدين الفيديو البتائل ناخد إيش جزئية الماكسيم والمين طيب هذا السؤال أعطاني هذه الدالة وقال لو جيت لي كل النقاط الحرجة لهذه الدالة طيب بسم الله الخطوة الأولى كالعادة نشتق مشتق أولى ونسوي بالصرف نقول ثلاثة اكس تربيع ناقص ثلاثة أساوي المشتق الأولى بالصفر فأقول ثلاثة اكس تربيع ناقص ثلاثة يساوي صفر صح إمديني أن أقول السلف ثلاثة الطرفة اليمين فأقول ثلاثة اكس تربيع يساوي ثلاثة أكسم الطرفين على إيش أكسم الطرفين على إيش على ثلاثة اوكي الآن الثلاثة تروح مع الثلاثة وهنا الثلاثة قسم الطرفة يعطيني واحد إذن الإكس تربيع يساوي واحد طيب عشان أتخلص من التربيع أخذ جدر تربيع الطرفين هذا يروح مع التربيع أصلاح عندي الإكس موجب أو سالب واحد إذن النقاط الحرجة عندي الكريتيكال بوينت هي إكس تساوي واحد وإكس تساوي سالب واحد أوكي هذا المثال الأول طيب المثال الثاني المثال الثاني طيب هنا أعطاني الدالة هذه ثلاثة إكس بس خمسة على ثلاثة ناقص خمسة أصلاح أصلاح قل لي أوجد لي كل الكريتيكال بوينت لهذه الدالة طيب بسم الله أشتق أول حاجة هذه الدالة أشتقها مشتقة ولا أقول إف داش وفي إكس يساوي خمسة على ثلاثة أقدمها قدام هنا وأضربها في ثلاثة إذا ما أقول لك خمسة على ثلاثة ضرب ثلاثة أضرب البصم على البص خمسة في ثلاثة يعطيني كم خمس طعشر قسم الثلاثة وهذه يساوي خمسة فصل عندي خمسة هنا إكس أنا قسمه لوس واحد ها إذا كان عندي الأس دالة كسرية بص ومقام وقال لي نقص واحد أسهل طريقة تسوي أطرح البص من المقام مع نفس المقام خمسة ناقص ثلاثة يعطيني إثنين على نفس المقام فهنا يصل عندي إكس وس إثنين على ثلاثة ناقص خمسة أسهل إكس وثنين على ثلاثة أقدم الأس هذا الاثنين على ثلاثة قدام الخمسة لما نقول خمسة في اثنين على ثلاثة أضرب البص مع البص خمسة بطاعة يعطيني كم ثلاثين على ثلاثة ثلاثين قسمة ثلاثة يعطيني كم عشرة إذن هنا سنكون ناقص عشرة مضروبة في إكس فالاشتقاق دائما النقص مولوس واحد لما نقول خمسة على ثلاثة سوري اثنين على ثلاثة هنا اثنين على ثلاثة نقص واحد بكل بساطة راح البص من المقام مع نفس المقام اثنين ناقص ثلاثة كم يعطيني سالب واحد على نفس المقام إذن هذا الوسط الجديد وس سالب واحد على ثلاثة أوكي الآن عندي تبسيطات هنا عندي ايش تبسيطات أول شي أول شي هنا امديني امديني أعمل التالي أخذ أول شي أقدر أخذ هنا آآ يعني مثلا أقسم الطرفين على خمسة أوكي لما أقسم على خمسة يعطيني خمسة أكس على خمسة يعطيني أكس وهنا أقسم خمسة يعطيني اثنين صح لو قسمت هنا بقسمة على اثنين صار عندي خمسة على اثنين صار ايش اكس اوكي وقسمت هذا على خمسة يعطيني ناقص اثنين هذا اللي قسمت وأقدر أخذه عام المشترك فاقل اكس ناقص اثنين تمام اقدر خيل الخمسة هذه هنا لأنها يعني عدد بعدين لو أخذت هذا برضو خمسة اكس والسالب وثلث هذا الآن هو عامل مشترك ليش لو أنا أضرب الآن خمسة في اكس يعطيني خمسة تمام أول شي خمسة بعدين هذا خمسة اكس سالب ثلث مضروف في اكس إذا تشاوه الثلاث في الضرب أجمع الوسس فهنا اكس واحد صح أضرب سالب ثلث زايد واحد لو بنجمع ونطرح كان عندي دالة كسرية لو كان عندي سالب واحد ثلاثة زايد واحد أجمع البص على المقام سالب واحد خمسة في سالب اتنين يعطيني سالب عشرة تمام اكس السالب ثلث فهذا الآن هو نفسه هذا الخطة اللي بعدها الخطة اللي بعدها امديني امديني انزل هذا اي السالب قد رجع المقام بيسموجب فصر عندي خمسة في البص يساوي خمسة تحقوس هذا القوس خليزي هو اكس ناقص اتنين على هذا كله نزل المقام باكس رتلوس انا ما بوس السالب اكس وس ثلث الآن نرجع لانا باجيب انا اقول اذا كانت عندي دالة كسرية اول شي اشوف هل يوجد متغير في البص هل في اكس في البص نعم في اكس في البص اذا الآن اساوي المشتق الاولى بالصفر تمام يعني اذا المشتق يساوي صفر وهذا يؤدي لان البص يساوي صفر اخذ البص اخذ البص اللي هو اكس خمسة اكس تمام خمسة اكس ناقص اثنين يساوي صفر لو اضرب خمسة في اكس اعطيني خمسة اكس بعدين خمسة في سالب اثنين اعطيني اش سالب موجه في سالب سالب عشرة يساوي صفر اخذت البص الان انقل العشرة الطرف اللي ينصر عندي خمسة اكس يساوي عشرة اقسم الطرفين على خمسة صح صر عندي هنا اكس يساوي عشرة على خمسة اعطيني اثنين هذا الان ارجع اروح اشوف المقام المقام اخذ اشوف المقام صفر صفر اذا الان اكس برضو عندي اثنين وصفر اعيد اذا كانت عندي دالة كسرية بعد ما اشتق طلعت دالة كسرية ها راح اشوف البص هل في متغير في البص نعم اخذ البص بالصفر اخذ البص بالصفر صلعت عندي ايج او الاثنين بعدين اشوف اشوف اشه يجعل المقام بالصفر هل في متغير في المقام نعم اكس اش اش اجعل المقام بالصفر صفر اذا اكس ساوي اثنين اكس ساوي صفر